الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نازلنا مع شرح بن عقيل على ألفية بن ماله هذا فصل في زيادة همز الوصل للوصل همز سابق لا يثبت إلا إذا ابتدي به كستثبت وهو لفعل ماضي ينحتوى على أكثر من أربعة نحو جلاء والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاثي كخشى وامضي وانفذا وفي اسم نستن ابن ابن من سمع واثنين ومرئ وتأني ثم تابع وأيمن همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام أو يسحل الآن عندنا همزة الوصل لماذا توجد همزة وصل في اللغة العربية لأن القاعدة لا يبتدأ بساكن كما لا يوقف على متحرك إذن العرب لا تبتدأ بحرف ساكن ولا تقف على حرف متحرك فإذا كان أول الكلمة ساكنا وجب اتيان بهمزة متحركة توصلا للنطق بالساكن وتسمى هذه الهمزة همزة وصل وشأنها أنها تثبت في الابتداء وتسقط في الدرجة لما نقول فعل الأمر اضرب لاحظ كلمة اضرب إذن لما نجعل قبلها فاضرب فاضرب اختفت الهمزة هذا معنى قوله في الابتداء اضرب أما إذا كان قبلها كلام تقول واضرب إذن ذهبت الهمزة نحو استثبتوا أمر للجماعة بالاستثبات لما كان الفعل أصلا في التصريف اختص بكثرة مجيء أوله ساكنة فاحتاج إلى همزة الوصل فكل فعل ماضي احتوى على أكثر من أربعة أحرف يجب الاتيان في أوله بهمزة الوصل نحو استخرج وانطلق وكذلك الأمر منه استخرج وانطلق والمصل نحو استخراج وانطلاق وكذا تجب الهمزة في أمر الثلاث نحو اخشى وانضي وانفذ من خشى ومضى ونفذ لم تحفظ همزة الوصل إذن هذه بالأفعال إذن الفعل الماضي وعندنا الفعل الأمر المضارع كله همزاته همزات قطع إذن الماضي يأتي فيه همزة وصل الأمر يأتي فيه همزة الوصل أما الأسماء فليس فيها همزة وصل لم تحفظ همزة الوصل في الأسماء التي ليست مصادر لفعل زائد على أربعة إلا في عشرة أسماء إسم وست وابن وابن من وانثنين ومرئ وامرأتان وابنت واثنتين وأيمون في القسم يعني أيمون يستخدم هنا في القسم ولم تحفظ في الحروف إلا في أل التي للتعريف ولما كانت الهمز مع المفتوحة وكانت همزة الاستفهام مفتوحة لم يجز حذف همز الاستفهام لعله يلتبس الاستفهام بالخبر بل وجب إبدال همزة الوصل أليف نحو الأمير قائم أو تسيلها ومنه قوله أأل حق إن دار الرباب تباعدت أو إن بتحبل أن قلبك طائر والله أعلم ترجمة نانسي قنقر